من جديدة كل التحية ليك يا كابتن أيمان ولو ضيوفك الكرام والكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة تقناة النادي الآلي في كل مكان فوز غالي وثلاث نقاط من أغلى الثلاث نقاط للنادي الآلي بعد مباراة مرة ثونية ما بين الآلي ونادي غزل المحلة أنا بيضاميلي في هذه الأسناء الكابتن سيد عبد الحفيز كابتن سيد قبل ما اتكلم معه على المباراة عايزة اجع بيك لـ 18 سنة أكيد استرجعته مباراة موسم 2002 و2003 وهدف الكابتن سيد عبد الحفيز بنفس السيناريو في الدقيقة في التوقيت القاتل كان 3-2 النهاردة نفس السيناريو بيقرر فوز غالي ومباراة كبيرة النهاردة كابتن سيد تأكيد يا مباراة كبيرة وحنا عارفين كويس قبل ما نيجي احنا جايين للعب مين في ريت المحلة عملها عروض لحد الوقت ممتازة جدا مخسرت شوال ماتش أصل لحد الوقت تعادلت مباراتين وكسبت مباراتين عارفين كويس قوي ان كابتن عهود عمل شغله كويس قوي محافظهم بشكل كويس ريت مأدىهم كمان كويس يعني لكن هي دي الكورة يعني في في لحظة الأحوال بتتغير والأجواء بتتغير لكن ما تستسلمشوا وما درست في كرة القدم انت بتتعدل يعني احنا بنبص في الساعة كانت يعني ديئة تقريبا 49 و20 ثانية تعادل يعني فاضل بالزبط 40 ثانية بالزبط يعني بتقدر ان انت ترجع وتفوز باللقاء صعب واحنا قلنا لهم انا ومدير فني موسماني قلنا لهم ديها تبقى من اصعب المبارات الا بتكون اصعبها في الفترة اللي فاتت يعني لكن هي دي الكورة تشتغل لحد اخر ثانية واخر نفس في المبارات يعني مع هدف علي معلول افتقرت هدفك في نفس التأويت هو هدف الهدف بتاع كان برضو بس السنانية كان مختلف شوية يمكن احنا كنا متقدمين بهدف وبعدين اتعدلنا وبعدين اتعدمنا بهدف تاني وبعدين هم اتعدلوا بس كان في الدقيقة تلاتة واربعين هم اتعدلوا في الدقيقة تلاتة واربعين وربنا كان كرمني ان انا جيف برضو فجول تقريبا في الدقيقة تلاتة وتسعين او اربعة وتسعين لكن ده ده في السنية الاخيرة يعني احنا مطش بتاعي اللي عبنا دقيقة ونص ده في السنية الاخير الحمد لله ايا كان بقى في السنية الاخيرة في السنية التانية في السنية الاولى في السنية ايا كان هو من عمر اللقاء يعني ايه في الصفحة دي. احنا عارفين كويس. احنا نلعب المحلة. واحدة من الاسباب الكبيرة عدم حصولنا على الدورة السنة الفاتت. لما خسرنا هنا واحد سفر. جاين هنلعب سموح المطش الجاي ومن خميس. واحدة من الاسباب برضو اللي عطلتنا السنة اللي فاتت يعني. كل مباراة صعبة وكل مباراة لها دوافع. لازم تكون في الحسبان يعني. لكن خلاص. فعالم قرة القدم الحديث. فعالم قرة القدم الحديث. كل المباراة يعني زمان لما كنا نتقدم بهدفين وعلى ثلاثة كان يقول لك خلاص المباراة خلست. اعتقد ان اللي بنشوفه في اوروبا مش في مصر بس. بارشلونة بيبقى كزبان ثلاثة وبيرجع ثلاثة تلاثة اتلتكو مدريد بيبقى كزبان ثلاثة واحد وبيرجع ثلاثة تلاثة يعني في السواني الاخيرة. خلاص. المفهوم ده في الكرة اعتقد ان هو يعني لا تأمل لكرة القادمة الا في مع صفارة النهائية وانت بتاخد حمام ما كيعنا عشان تروح يعني. افل الصفحة دايات ونبص للمباراة سموحة بإذن الله. مش مباراة سهلة مباراة كلها صعبة. حتى الفرق اللي مشت نفس على البطولة عايزة تقدم عروق قوية قدام النادي الهيلة وده اللي شفناه من فريزة غز المحل. ده حق اهم. ده حق اهم. يعني انا دايما يعني ما بقولش على الفرق تلعبك ازاي او تلعب ازاي او او كمية الجاري عندها عاملة ازاي ده ده حق اهم يعني كل واحد بيحسن من صورته. كل واحد بيحسن من اداءه. كل واحد بيحسن من سعره. ده وضع طبيعي جدا في الحياة يعني. ده حق مكتسب يعني او حق اصيل ليهم يعني. كابتن عودة الحقيقة بحقيه. الحقيقة يعني. عاملوا مطشات كويسة اوي 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 يعني. يعني خلينا ناخد اخد اخدنا تلات نقاط نرجع بهم الكهران انشاء الرحمن ونضمهم لاخوتهم. وبعد كده انشاء الرحمن نشوف اربع مباريات فريق المحل ما استقبلش جير تلات اهداف. النهاردة في المباراة واحدة بيستقبل تلات اهداف. ده دليل على الغزارة التدفئة او القوة القوة الهجومية للنادي الاهل في هزا اللقاء. عندهم رتم كويس اوي انا قلتلك. عندهم رتم كويس اوي. عندهم يعني حتى النقل من الدفاع للهجوم بيعملوا بشكل كويس اوي. الفترة ما بين الدفاع للهجوم بيعملها بشكل سريع جدا يعني. بحقيهم عليها. لكن في النهاية الحمد لله يعني خلان فرقتنا. الحمد لله كسبنا. ونبص البكرة بإذن الله.